السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمتتبعين ديالي العزاز نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير أنتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو إذن خيروا من أبدأوا بها الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه يا جمعين كيف كتلاحظوا اليوم غدير معكم اللوبيا طريقة بسيطة وسهلة جدا إذن على بركة الله عدنا اللوبيا أنا ما في الزكت هاش ليلا من قبل غن نغسلها هكا ننقيها وغادي نديرها في الكوكوت هنا عندي واحد لبصلا مشلدة وهنا يعن دير القزور ومعد نوس والتومة وعدي بصلا جر بصلاة كبار غن نطحنهم مع ماطيشا الماطيشا اللو ما يمكنك واحد يديرها على حسب الأقدر اللي غادي يكفيه أنا هنا يقدرت واحد خمسة لحبة ديالة طومات اللو ما يمكنك واحد يشكي سميها أنا بالنسبة إلى ما في الزكت اللوبيا من الليلة من قبل أو ليلة باش نديرها الغضاء نديرها بحالة طريقة ندير نغسلها مزيان نديرها في الكوكوت وندير عليها الماء بوحده يعني ما ندير معها شيء إضافات نديرها يو الماء ونديرها فوق العافية واحد من الساعة تكن كتصفر الكوكوت واحدة لمويم كان من بعد تصفرها نحسبو لها نساعة هاكاك آآ من بعد كان نخليها على النهار مهيلا بحال الشمعة غير ذاك لما باش ما يبرد باش يبقى دافي ونخليها واحد من الساعة اخرى بحالي لمويم بحالي لمطفية نترها غير وحيت شوية ديالة فيها كان نخلي من تحت ديالها ونخليها ديك من الساعة عاد كان نحلها كان ندير عليها هنا بحال درت واحد ديك اللي شلت شوية درت العطرية اللي هي آآ درت تحميرا الكامون يبزار آآ الملحة هذا القزبور حبوب مطحونين درت شوية اللي يبزار كبكت لكم شوية الملحة ودرت معاهم شوية للقرقهم معواد مطحون وماطيش اللي طحنت والقزبور والتومة والبصلاح تهوما كان خوي عليهم وكان نردها فوق العافية واحد نص ساعة اخرى ولقع ما غاديش تكمل نص ساعة تكت تختار بحالها كاكت وكطيب راكت دوب حالي لا آآ فزقناها اللي لا من قبل عاد كان نضيف عليها واحد نسكة ديال الزيت نباتية زيت زيتون عفوان ماشي زيت نباتية انما زيت الزيتون او زيت العود كيف كنسموها آآ بغيت تدخلوها بحالكة باش تنسم بها ديك الرائحة ديال الزيت بغيت ترضى في لقى البطا حتى تغلي واحد لغلية غير باش آآ دخلها هذيك نسمى ديال الزيت وكتقدمها بصحة والرحة انا اللي بغى يدير فيها اللحم يديرها في ديك المرحلة فاش قيدير ما طيش او البصلة انا ما درتش مع هاللحم آآ في اللوبيا لاناني غا نقدمها مع الطبق ديال لحم ديال الراس اللي غادي نحط لكم ان شاء الله في فيديو الجهة ان شاء الله وكنتمنى لكم تجربوها طريقة سهلة وبسيطة جدا آآ ما تحتاجيش انك يتفزقها اللي لا من قبل ولا تدربع لها تعمارة وبصحة والرحة وإلى فيديو آخر ان شاء الله استوديوكم الله الذي لا تضيع ودائيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر